المصطلح العلمي وتوحيده بسم الله الرحمن الرحيم وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم سوف نشره المقالة اللي بعنوان المصطلح العلمي وتوحيده للدكتور عز الدين البشيخلي طبعا اعتقده هذا عالم لغوي مغربي طيب خلينا نعرف ما يعني المصطلح العلمي طبعا المصطلح العلمي يعني هو تسمية لشيء معين واحنا راح نتعرف اليوم عن طرق التوليد يعني شلون انا اسمي الاشياء كيفية الطرق لتسمية الاشياء العلمية او الاشياء اللي موجودة بشكل عام المعروف عليها في وقتنا هذا الان نأتي الى اولا في التوليد بالاشتقاق شنه يعني توليد بالاشتقاق يعني هو عبارة عن اشتقاق من الفعل نشتق اشياء يعد الاشتقاق أهم آلية في توليد مفردات جديدة في اللغة العربية هاي ركز عليها مهمة جدا وتعريفه حسب ابن جنيه كان كإن تأخذ اصلا من الاصول فتقرأه فتجمع بين معانيه يعني تاخذ اشياء وتجمع بين معانيها طبعا اكيد من خلال الاشتقاق ويكون طبعا اصلها موجود باللغة العربية يعني وان اختلفت صياغته ومبانيه وذلك كتركيب كتركيب السلمة فانها تأخذ منه معنة السلامة في تصريفه ونحا وسلم ويسلم وسالم وسلم 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 والسلامة والآخرية طيب يقول ان عملية الاشتقاق تنطلق من اصل اصول اللغة العربية هذا قبل شو قلت لكم عليه يعني لازم يكون اصلها موجود باللغة العربية الى جذر باللغة العربية محمد حمدة والى اخره من هذه الاسماء لازم يكون لها اصل باللغة العربية طيب ان المفردات المشتقة هي تأليف بين جذر وصيغة صرفية فسالم مؤلفه من سلمة والصيغة الصرفية استفاعل يعني لازم يكون لها فتصيغة صرفية على وزن فاعل على وزن مفعول على وزن والى اخره من هذه الامور يقول ان اختلاف المباني او الصيغة الصرفية التي تأخذها المفردات المشتقة من اصل واحد تحتفظ بالمعنى النووي الموجود في هذا الاصل كوجود معنى السلامة في المشتقات من الجذر سلمة يعني الان كل الاسماء التي جاءت من سلمة هي بمعنى السلامة و الى اخره فلو اجينا على كتبة اكتب كتبة كاتب تكاتب مكاتبة و الى اخر استكتاب مكتوب كل كلهم رجع الى المعنى الاصلي وهو الكتب وهو الكتب طبعا هذا كل ما موجود بالنسبة للعملية الاولى من عمليات توليد المفردات او المصطلحات العلمية الان ننتقل الى قريقة اخرى وهي التوليد بالمجاز التوليد بالمجاز يعد المجاز من اهم وسائل توليد المصطلح الان عدنا الاشتقاب اهم آلية في توليد المفردات جديدة في اللغة العربية ركز على هذا اما المجاز يعد المجاز من اهم وسائل توليد المصطلح هو استعمال كلمة في غير ما وضعت له في الاصل نركز على هذا المعنى المجاز هو من اسمه المعنى المجازي يعني معناه استعمل الكلمة لغير ما وضعت له في الاصل يعني المعنى الحقيقي شوية رح يبعد اي من استعمالها للدلالة على معنى لغوي الى الدلالة على مفهوم اصطلاحي في مجال معين من مجالات المعرفة والعلم والابداع ولقد لجأ العرب منذ الجاهلية الى استعمال هذه الوسيلة في توليد المفردات جديدة فنقلوا مفهوم الفصاحة كميزة للبن الذي ازيلت رغوته وبقى خالصهم طيب الان شو المعنى الفصاحة حنا نعرف الفصاحة هو الشخص البليغ في اللغة نقول فصح يعني شخص بليغ يعني عنده بلاغة باللغة يعني استعمال الكلمات في مواضعها حقيق الصحيح وهو لغوي فصاحة ولكن كلمة الفصاحة كانت بالاصل بمعنى انه اللبن اللي يتشيلون منه عنده رغوته واللي يكون خالص صافي يسمونها فصاحة فبدوا يستخدمون كلمة الفصاحة هي اللي كانت تستخدم اللبن بمعنى البليغ بمعنى الشخص الاستخدامه للمفردات الجيد والواضح والآخرين من هذه اللبنة فبدأ يتغير معناه فبدأ يتغير معناه طبعا هي قلنا ذكرنا الفصاحة ومه هذا معناها الحقيقي اللي هي معناه تغير معناه طبعا نقدر تقدرون تبحثون على هذا الموضوع أيضا ونقلوا مفهوم الشك طبعا كلمة الشك الشك من الوخز بشيء دقيق كالشوكة كلمة شك أصلها أصلها كان بالأصل يعني كانت هي الوخز بشيء دقيق كالشوكة مثل الشوكة اللي تؤلم الإنسان هذا اللي كان معناها ولكن بعدين سووا معناها مفهومة تردد والحيرة وعدم اليقين يعني تبقى تشك بيها انت شنه قصدة تشك بيها يعني تبقى تتردد يعني تبقى شون توخزك توجع بيك يعني تبقى انت ما متأكد فيه شي يعني هما صارت فيش معناها يعني حتى يعني لو تجي تربط الشك بالمعنى يعني شك المعناها القديم عن معنى الحديث اللي اللي يدارج راح ماكو ترابط أصلا ماكو ترابط أصلا حتى الفصاحة جاب اللبن على اللغة العربية الفصيح فهو من اسم مجازي تعبير مجازي يعني موجود حتى بحياتنا اليومية باللغة الإنجليزية كذلك أنا تخصصي ترجمة يعني هو يعدنا أشياء لناخذها اللي هي بمعنى المجاز المعنى الحقيقي يكون بعيد جداً عن المعنى الحرفي فهو المجاز من اسمه مجازي وإلى أخيره من المفردات واحتقوا العمل بالمجاز مع مجيء الإسلام أنا أركز على هذه الملاحظة جداً مهمة أنه التعبير المجازي يعني ازدادت أهميتها وثم تركيز عليه بشكل كبير جداً عند دخول الإسلام فدخلت مفردات كثيرة إلى مجال الاستعمال بمفاهيم جديدة من قبيل الإيمان والكفر والشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد كل هذه المفردات دخلت عند دخول الإسلام وأصبح إلها معاني خاصة الآن شنو معنى الزكاة تقول الواحد أجنب شنو يعني الزكاة صعب يفهمه إلا إذا كانت عندها فد شي مرادف باللغة بالدين اللي عنده إذا كان عنده دين هاي شنو يعني الصيام ما حد يعرف شنو شنو يعني الكفر حتى كلمة الكفر هي كلمة يعني غير مبهمة تحتاج إلى توضيح لأن كل دين يرى ما يعاكس دينه على الكفر فكلمة الكفر هنا بمعنى مجازي بمعنى هو يعني أي شيء أو أي شخص ما ينافي الدين الإسلامي أو ما يكفر بالشهادة أو ما يكفر بوجود الله نسأل الله العافية طيب فهذه المفردات دخلت جديدة ومفردات المجاز قوية عند دخول الإسلام عند دخول الإسلام الآن ننتقل إلى طريقة أخرى من طرق توليد مفردات جديدة وهي التوليد بالنحت يرجع مصطلع النحت إلى الخليل بن أحمد ذكره في كتاب العين وأوضحه بعدة أمثلة فالفعل طبعا هنا عندنا مجموعة تفعال يحيعل وحيعله مأخوذين من الفعل وحرف الجر ح زائدين علىه طيب شوني يعني النحت النحت أخواني هو عبارة عن دمج كلمتين مع بعضهم لبعض وإعطاء معنى معين جديد الآن لو أجيت على كلمة عبد الشمس عبد الشمس صير عبشمي بمعنى جاءت من عبد وشمس وعبد قيس صيرت لعب قسي تعبشمه بمعنى عبد شمس والفعل تعبقسه بمعنى انتسب إلى عبد قيس إذن هذه المفردات من أين جاءت جاءت من كلمتين دمجت مع بعضها لبعض وتكونت كلمات جديدة نحتناها من النحت حتى في اللغة الإنجليزية موجود كثير هذه المفردات عبارة عن دمج كلمتين مع بعضهم لبعض وإعطاء معنى معين وأوضح الخليل أن هذه الأبنية على النحو التالي أخذ من كلمتين متعاقبتين كلمة واشتقه فعلاً بيّن ذلك بشارح كلمة أبشمي بقوله أخذ العين والباء وأخذ الشين والمين وأسقط الدالة والسين فبنى من الكلمتين كلمة هذا هو النحت لأن النحت تكون كلمة مركبة من كلمتين أولاً بالنسبة لتعريفه هو هذا مثل ما ذكرنا أنه هو عبارة عن ناخذ كلمتين مع بعض ويتبين من ذلك أن الناتج من العملية النحو قد يكون فعلاً أو اسماً إذن ممكن يكون الناتج فعل وممكن يكون اسم أو ملاحظة مهمة يعني مو بس اسماء ها لازم يكون فعل واسم طيب على أن يراعى ما أمكن استخدام الأصل الآن عدنا بسملة البسملة من أصل بسم الله الرحمن الرحيم ها هي أيضاً جاءت من نقول حسبي الله نقول حوقلة والحوقلة لا حول ولا قوة الله بالله الحمد لله وإلى آخره من هذه المفردات يعني يمكن أنه إحنا نقوم بالنحت يقوم بالنحت يقول ويلاحظ أن معظم ما ورد من الكلمات المنحوطة يعني اللي جاءت من على طريقة النحت في تراثنا العربي يكتسي طابعاً إسلامياً ولا شك ذلك كان يساعد على فهم المقصود بها لشيوع تداولها بين الناس كما يلاحظ أن النحت قد يكون من كلمتين أو أكثر دون تقييد بطبعة اسماء هي أم أفعال أم حروف وقد حاول الاستفادة من هذه الوسيلة العلماء في توفير بعض المصطلحات العلمية من قبل كهرومغناطيس التي جاءت من كهرباء ومغناطيس كهرومغناطيس كهرومغناطيس طريقة النحت هي بالنسبة لطريقة النحت هي عبارة عن تكوين كلمات وأصلها يكون يعني مو غالباً خلينا نقول يعني كثير من الأحيان يكون أصلها مو عربي أصلها يكون مو عربي أو أخذ الطابع ديني أو أخذ الطابع خلينا نقول لغوي جاء من لغات أخرى مغناطيس وإلى آخرية من هذه الكلمات فيعني نادر جداً استخدام النحت نادر جداً استخدام النحت يعني حتى قليل جداً حتى هنا ملاحظة يقول أن بعض المعاجم ماكو بيها أصلاً هاي هاي شمو أشياء ماكو أصلاً يعني هم مهذوفين يعتقدون أنه أصلها مو عربي أو يعتقدون أنها استخدام نادر لشيء معين أو لشيء فد لحل مشكلة يعني مؤقتة ما أعرف يعني المهم أنه هي قليلة لازم نعرف أنه هي نادرة الوجود في اللغة العربية الآن ننتقل إلى أسباب تعدد المصطلح العربي إحنا ليش لازم نعدد نحدد أو نعدد المصطلح ليش تعدد المصطلح العربي يعني المصطلحات العربية نجد الكثير من الأشياء المختلفة نجد أن هناك يعني دول العربية تسمي جوال وهناك نقال وأكو موبايل وأكو هاتف يعني كثير من المصطلحات بينما لو نجد باللغة الإنجليزية احتمال اسم واحد يعني بس يقول ليس ثمت شك في الأول بتسميه هو المستحدث للمسمى يعني الشيء اللي نسميه كان مخترع أو فت شيء معه طيب إحنا رح نعرف الأسباب اللي أدت إلى تعدد المصطلح العربي وطبعا هذا الشيء سيء يعني هذا الشيء يدل على ضعف اللغة العربية أولا عندنا النزعة الفردية والتفرد على معظم الواضعين يعني شلون يعني كل واحد يريد هو يصير الأول وهو يريد يصير المضبوط وهو يريد يصير الأول كل بلكل كل عالم لغوي أو كل مؤسسة معينة فكل من يجي ينطي رأيه بدون ما يكون هناك يعني فد مؤسسة أو فد يعني دار ثابت بكل اللغة العربية يعني أصبحت القاهرة تعطي وأصبحت بغداد ويعني هواي يعني هواي هواي أكو يعني دور نشر ودور لغوية تعطي اللي بالأردن يعطي شيء معين طبعا ما احترام للكل ولكن المفروض يكون أكو فشيء يعني يجمع الكل يعني حتى تتوحد حتى يسهل الاستخدام وحتى تكون الأمر بسيط التعصب القطري شن يعني التعصب القطري؟ يعني كل واحد يريد يصير البلدة اللي بالعراق يريد يصير للعراق واللي بالمصر يريد يصير وكل من يريد يكون هو الأول وهو بلده السباق لذلك الشيء تعدد الجهات الواضعة وذلك بأن التصدي لترجمة المصطلحات الأجنبية في مجالات علمية متعددة كان من جهات متعددة من مجاميع لغوية طيب أو مؤسسات علمية بمعنى أنه القنوات فضائية على سبيل المثال تعطفت معنى تعطفت ترجمة لكلمة معين والمؤسسة المالية مثلا تعطفت مصطلح وخلينا نقول الجريدة أو الصحيفة الفلانية تعطفت شيء معين وبذلك أصبح تعدد طبعا هو سببها كلتها ما أكو دار وحدة تجمع كل الكل بالكل الدول العربية وتعطيهم مصطلح واحد يعني يسهل استخدامه غياب التعاون بين العلماء والمصطلحين يعني ما أكو تعاون تلقى أنه كل من وكيفه طبعا هي أن ترجع السبب تدل على ضعف اللغة وضعف الدول العربية للأسف طبعا اختلاف لغة المصدر ذلك بأن البعض ينطلق من المصطلح الإنجليزي لكونه أخذ تعليمها باللغة الإنجليزية بينما ينطلق أخرون من المصطلح الفرنسي يعني ذكرنا أنه حسب لغة المصدر يعني ممكن يكون يعني واحد أخذ تعليمه باللغة الإنجليزية فينطل المصطلح يميل إلى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية أو الروسية وإلى آخره من هذه الأمور يعني إحنا ما لازم نعدد الأشياء حسب لغتها بل لازم نعدد الشيء من أصله فكل شي نجي ننطي أصل كل شي ننطي أصل وليش صار لأن نسمي هذا الشيء وجود المترادفات في المصطلحات الأجنبية ذلك بأن عدد من المفاهيم العلمية وضعت لها أكثر من مصطلح في اللغة الواحدة وإذا تم تترجمة هذه المصطلحات المترادف فإلى الحصولة ستكون مصطلحات عربية مترادفة ومتعددة يعني مثلا إحنا عدنا أصلا فد أشياء هي باللغة المصدر هي لها أكثر من المعنى فاللغة العربية من راح يجوم من يترجمونها أو ينتهونها في المصطلح معين أكيد اللي راح يصير أنه أكيد راح يتعدد راح يصير تعدد وإلا هو المفروض لغتنا العربية يكون لها دار ثابت تجمع كل يعني علماء من الأزهر مثلا في القاهرة من عمان من دول الخليج من بغداد ويجمع كل هذه الدول العربية تجمع في مكان واحد ويجتمعون ويطلقون مجموعة تسميات لشيء أشياء معينة ومعتمدة بكل دول العربية طيب اختلاف منهجيات وضع المصطلح ذلك بأن البعض يفضل استعمال المصطلح التراثي مقابل المصطلح الأجنبي ما دام موجود مما دام موجود موجوداً وصالحاً لإداء المفهوم العلمي المحدد إذنه نرجع نفس السبب إنه هو يعني هذا تقريباً نفس التعصب القطري أو التعصب أو التفرد أنه كل شخص يستعمل المصطلح الترافي يعني خلينا نقول ما يقبل الأشياء الحداثة الجديدة اللي صارت فيذ يصير أنه مثلاً يستخدم فد مفردات يستخدم فد مفردات هي موجودة بالترافة بالرغم من عدم توافق المعنى بالرغم من عدم توافق المعنى هذه الأسباب نحاول ندرسهم لأنه مهمات جداً الآن راح نجع على أسباب توحيد توحيد المصطلح العربي ليش نحن لازم نوحد المصطلحات العربية؟ طبعاً أكيد راح نستفاد طيب الآن من يقوم بترجمة المصطلح الأجنبي؟ اللي يقوم الشخص اللي يقوم بترجمة المصطلح الأجنبي هو ليس شخص واحد هي مجموعة الأشخاص فلو جئنا على سبيل المثال إلى مصطلح خلينا نقول فيزيائي راح ناخذ شخص عالم بالفيزياء وشخص لغوي وشخص مترجم ثلاثة أشخاص يجتمعان مع بعضهم حتى ينطلعون بمعنى معين هذا هي المفروض يعني عندنا بعض المفردات المهمة الجذر هو مادة أساسية والتي ترد إليها مختلف المشتقات الصفية يعني مثلا نقول كل هذه يكتب الآن يفعل يكتب كاتب يكتبون مكاتبة مكتبة كلها جاءت من الأصل جذره كتبه المعنى النووي المعنى عام يكون قاسمة المشتركة بين صفات مشتقة صرفية متولدة المعنى النووي الآن كل ما جاء في كتبة أو يكتب هو بمعنى الكتابة أو يرتبط بالكتابة وهذا المعنى النووي يعني المعنى النوة مات للذر طيب تعريب مصدره الفعل عربها ويعني صبغ الكلمة بصيحة عربية يعني نحن نجعلها عربية طيب التوليد اللي هو اشتقاق المجاز استعمال لفظ في غير موضع له أصلا المصطلح ولفظ موضوعي وإلى آخره طبعا هذا كل ما موجود بالنسبة للمصطلح العلمي أتمنى استفاديتوا من هذا الفيديو شكرا جزيلا لمشاهدتكم هذا الفيديو تحياتنا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته